رابح حاجة وليه علاقة شوفت بقولك كل حاجة بتربط بفكرة انه انا رافض فكرة انه يبقى عندي اجانب كتير في الدولة المصرية واحدة من الحاجات اللي انا بعترض عليها من سنين مش النهاردة بس من سنين فكرة انه اياك تفتح الباب للحراس الاجانب في الدولة المصرية المنتخب هيتأثر ده الشنوة صاب واحنا بنسرخ بنقول فين حراس المرمى اللي في مصر وانت يا باشا يا فندم يا جميل يا ابو المفهومية قلتلي انه لأ مش هيرفى نجيب حراس اجانب عشان نحافظ على جوة حراس قوة حراسنا عشان خاطر منتخب مصر ما عندناش حراس والله مع كامل الاحترام الشنوة كان مفهود يبقى في اوروبا كمان بس ما طلعش فخلاص بقى معانا هنا وانتقولي الشنوة بقى بتقعد تسرح بخيالك متعرفش مين تاني طيب لو حضرتك بقى كنت فتحت من بدل الحراس الاجانب اللي كان هيحصل الشنوة ده وعنده 24 سنة كان طالع لنادي اوروبي محمد ابو جابل ده وعنده 20 سنة كان طالع لنادي اوروبي احمد الشنوة كان طالع موهبة عظيمة جدا في حراسة المارمة كان سامانه ودلاتي في نادي اوروبي وكان الاندية اللي كانت مسكة في الحراس دي تمام قالت لك ايه ما احنا جبنا حارس برما من غانا ولا من كاميرون ولا من كودفوار كويس فسد مكانه عشان ما فيش في الماركت بتاعنا حراس فجيبت واحد اجنبي بس كان بقى عندك حارسين تلاتة موجودين في اوروبي فكرة الخوف من الاستراد هيخليك مستحيل تصدر ما خلقه يعني اهل لاتي الاهلي عندي محمد الشنوة لوح للاهلي كده قوله احنا محمد الشنوة عنده نادي في البرتغال وانا نادي في تركيا هيقول لك الاهلي لا انا هجيب حارس المارمة منين انا لو سبت الشنوة هجيب منين هو فيه في السوق اصلا حراس كويسين لا الشنوة عند معاي طب ما هياخد فلوس كويسة وهيفيد منتخم مصر طب وانا هعمل ايه كنادي ما انت لازم برضو واحنا بنقول كلنا لازم نبص المصلحة منتخم مصر ما ينفعش يبقى كلامنا نظري والشعارات ونقول ايه ما الاندية لازم تضحي ما حاجش هيضحي فلازم تديله حاجة عشان يسيب لمنتخم مصر لازم تديله حاجة قوله خد حارس اجنبي وسيب الحارس بتاعك يطلع في اوروبا ده هيبقى فيها لمنتخم مصر